طيب هو مدرب ازاي ممكن ينجح لو الاتحاد اللي جايبوا نفسه مش واصق فيه يعني مهانة كابتل لا لا ده مش ايه الجملة كده غلط بقى ازاي مدرب ينجح والاتحاد اللي جايبوا مش فاهم معايير النجاح ايه صح او جايبوا ليه او جايبوا ليه امتى يعني حددك مدرب انت عايزه ينجح بس الناس اللي جايباه مش عارفة تقول هو امتى نجح او امتى فشل او مش عارفين هو نجح او لا رد فعلهم زي الجمهور يا لها من كارثة ان اللي بيدير يبقى رد فعله زي الجمهور من حقه يغضب ويصور والجروم الجمهور سريع التحول وسريع الاشتعال وكل حاجة والعواطف اللي شغاله والعواطف شغاله كل حاجة لكن اللي بيدير اللي بيدير لا اللي بيدير كمان لازم يبقى يعني بيدير بجد عنده خطة في الدماغه بيشتغل عليها وبيقنع الناس بيها لكن يعني لما يبقى ما عندكش خطة واتش عارف ايه هي الخطة اصلا كمان النتيجة هي فعلا سأل المتحدث الرسمي لاتحد الكرة الاستاذ والي العطار في مؤتمر صحفي وقت تعيين الكابتن اياب جلالي سألوا احد الصحفيين زي مننا العزيز حسام زايد سألوا بشكل مباشر قالوا هي ايه المعايير اللي تم بيها اختيار المدير الفاني المنتخم مصر فرد عليه وقال له المعايير دي حاجة هو مجلس الادارة مش حاجة معلنة عشان هو ما يعرفش عشان ما يعرفش اذا كان فيه معايير او اصلا مفيش معايير في يعني حيكون درد لكن لو في معايير حيقوله في معايير كذا وكذا وكذا الخطة بتاعتنا ان احنا نوصل لكس العالم 2024 الخطة بتاعتنا ان احنا نوصل دول 16 في كس العالم 24 الخطة بتاعتنا كده الخطة بتاعتنا عشان نهاء الخطة لي احنا متفقين كاتحاد ومع الكوتش اللي جاه ان احنا نلعب 30 مباراة او 40 مباراة ودية تجربية في كل الفيفا ديتس بتاعة الاربع سنين اللي جاية دا لو في يعني مشروع او او خطة او بلان او حاجة من دي لكن مفيش لا لا مفيش مفيش بالا يعني طيب عسل حاجس وانا بقولك مفيش ممكن واحد روح من الاتحاد روح مكلمنا دلوقتي على الهوى يقولك ايه اللي انت بتقوله دا لا دا في كذا وكذا اقوله انا اسف احنا غلطانين احنا متشكرين جدا ايه بقى الخطة مفيش بقولك لو في حد حيدخش معنا ويقولي خطة ما يقوليش كلام عام احنا عايزين ان شاء الله نوصاد ونكسب وربنا يكرمنا بقى والحمد والله وان شاء الله ودعوات المصريين معنا اه 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 انا بنبراح قلت اجماعا طبعا دعوات المصريين كلها مهمة ودعواتنا كلنا في كل Personenük trabajo أه واtan دا منتخب مصر ودا مش عارف ايه کريمه النبي لالنشي دا اه احنا بنحب مصر و بنحب المنتخب بتاعنا وبندع المنتخب و بنفعل مع المنتخب و انا بقوم اعد على كرسي و انا المنتخب بتاعنا بيلعب و احنا منتخب التاريخ صحيح آه آه كل الحاجات دي جميلة اطلع و قللي لا يا حبيبي انت بتقول يا عم حسن انت احنا خططنا كذا وكذا وكذا اهي الاربع سنين هاي بص يروح عاملي كده شايف التقرير ده ده التقرير بتاع اهاب جلال في الاربع سنين اللي جاية وده او بلاش ده تقرير او خطة الاتحاد مشروع الاتحاد في الاربع سنين اللي جاية حيقول لي احنا لسه جايين ملحقناش حقول لي قدامكم انا بقى لو انا الدولة يعني حقول لي اتحاد الكورة دلوقتي في عز الصخب ده قدامكم شهر قدامكم شهرين مش انتوا في الاتحاد مش انتوا تم انتخابكم عشان انتوا ناس بتفهم في الكورة صحيح ولا انتوا دخليني تتصوروا طيب انتوا بتفهموا في الكورة قدامكم شهر قدامكم شهرين ده الدولة اعملوا مشروع لكورة القدم وتطوير الكورة المصرية يكون عندي على مكتبي بعد شهرين 1 سبتمبر 20-22 المسروع ده يكون عندي عشان يعمل المسروع لازم يروح محافظات مصر كلها ولازم يشوف الملاعب اللي في مصر كلها ولازم يبقى عارف عدد اللعيبة المسجلة رسميا في الاتحاد ولازم يعرف الدرجات ولازم يعرف هيعمل ايه في دور الدرجة التانية والدرجة التالتة والدرجة الرابعة وكتاعات النشيين وشفت النهار ده السلوم من مصر يجل السلوم في لعيبة مصر مليانة لعيبة بس انت لازم تشوفهم لازم تبقى عارفهم ليه اتحاد اليد ناجح عشان عنده مسروع من 40 سنة او من 30 سنة والمسروع ده بيكملوا اتحاد مع الاتحاد فيه سياسة فيه نظام اتحاد بيسلم الاتحاد هذه السياسة عشان كده هذه اللعبة الجماعية وصلت الى العالمية وهي اللعبة تقريبا الوحيدة على المستوى العربي اللي يوصل الى هذا المستوى العالمي اللي هو للتلاتة او الاربعة الكبار صحيح اش معنى او لا ده عشان تعبوا جدا حسن مصطفى لما كان رئيس الاتحاد تعب جدا مع الناس التييم ويركل اللي اشتغل معاه تعبوا جدا بعمله خطة بريدة مش اللي هو بس تحت رجلك بحس دايما يا حسن اللي بيجي يشتغل هو عايز يخلص يومينه ويعدي انا ماليش دعوة باللي هيحصل بعد كده انا ماليش دعوة بالمشاكل اللي هتحصل بعد كده مش داوة لنا تقول المسابقات الناشئين بازت وكتاعات الناشئين بايزة والدوري بايز الحاجات يكونها مش تفرم بس كمان في مسؤولات على الاندية ومداربين الاندية ومداربين الاكاديميات في الاندية والوسايت والكوسة والهدايا بتاعت اولياء الامور اللي بتروح للمداربين والبرايفت ومشي البرايفت عشان خاطر ابني يبقى في ما بيعرفش يلعب لكن يخش في الفرقة عشان لا حاجات كتيرة وعاية تصلح يعني الناس عمالة تكتب تقولك الفساد الفساد مش لازم يبقى رشاوي وفلوس بس لا الفساد ممكن يكون الجهل فساد الاهمال الاهمال فساد حقيقة الوسطة فساد المحسوبية فساد عدم الامانة المهنية فساد فلما يبقى دا كله موجود يبقى فيه فساد بلازم دا يتصلح عشان يتصلح عايز مشوار ما بيش حاجة بتتصلح بقرارات كده يعني او كلام في برنامج عايزة تعب ومجهود واربعة وعشرين ساعة بتبقى معهم فرقة عمل وتلف وتشوف طبعا 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 حاولا نعمل دا ننور النور بس مش هنحل المشاكل احنا في برنامج زي ما حالا تقول بس على قلق اعرف ان انت عندك مشاكل كتير وكل فايل من دول اعمل فيها مجموعات عمل زي بما اننا منتكلم على صناعة زي مؤسسات وشركات بتاعمل لو انا عندي مشاكل او مشكلة هنا عندي مشكلة في السباكة في المصنع فرح جايب لها تيم وعمل مش نعمل لجنة ونجيب بها الخبراء ويتحدثوا عن كل المشاكل ومؤتمر لا 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 في شباب في شباب في مصر متصلين بالعالم بيعرفوا التطوير يعرفوا الادارة ازاي انا بقول للتحد اتهم ويعني حاول تستعين بيهم مش لازم يبقوا اعطاء بالمسادارة لكن ممكن يفيدوك في شباب في لندن في شباب في فرنسا فرنسا فيه شباب في مصر الأسماء اللي ترحت كلها أسماء وقمات ونسبة محترمة مدربين ومحللين وأسماء كثيرة أقل لك ديرها هيتعملوا لجنة لتطوير الكرة المصرية فيش حاجة اسمه يعني أنا من كنت بضحك زمان جدا على كلمة إصلاح مصار الكرة المصرية ده كأنك بتكلم على سفينة فضاء طالع على المريخ وشوية فيه ثلاثة ملي في المصار انحراف فممكن السفينة ما تهبطش في الموقع فكرة دي قابلت المشكلة دي قابلت أبولوف 11 اللي كان حينزوله على الأمر فبتصلح المصار طيب من هيوستن تحت المصار يعني بس المصار مش ثلاثة ملي ده عشرة كيلو غلط